وللمزيد تنضم إلينا من تل أبيب مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية دانا هل من معلومات عن كيفية التوافق بين جدعون ساعر وبنيمين نتنياهو للانضمام للإتلاف الحكومي؟ قبل الإجابة على هذا السؤال فقط اسمح لي في هذه الأخبار العاجلة التي تردنا الآن وهناك صفرات الإنظار تدوي في عشرات المواقع في حيفا في خليجها في نهارية وعشرات المواقع في القرب من الحدود الشمالية جراء الرشقة الصاروخية من جنوب لبنان كذلك الحال وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن سماع دوي انفجارات ضخمة في حيفا وفي خليجها لم يتضح بعد إذا ما كان هناك سقوط لهذه الصواريخ أو أن هذه الانفجارات ناجمة عن الاعتراضات الصاروخية من قبل القبة الحديدية اللافت بأن هذه الصفرات الإنظار هذه الإطلاقات تأتي بعد وقت قصير من إعلام جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع التقييدات عن مناطق كانت قد وضعتها ضمن دائرة التقييدات وعلى رأسها حيفا الجولان السوري المحتل وبعض المستوطنات الملاصقة الحدودية لجنوب لبنان وبعد القول في تقرير إسرائيلي صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن هناك تقليص لقدرات حزب الله الصاروخية وأن رفع التقييدات ناجم عن تقديرات إسرائيلية بأن حزب الله لن يكون قادرا على مهاجمة إسرائيل إلا في النطاق الذي اعتادت عليه إسرائيل ضمن دائرة الاشتباك المعهودة منذ الثامن من أكتوبر هذه مجمل الأوضاع الميدانية وكذلك الحال قبل قليل كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن اعتراض مسيرة فوق خليج جائلات دون أن تقترق الأجواء الإسرائيلية حسب بيان جيش الاحتلال الآن يتم الإعلان بأن العراق أو فصائل المقاومة العراقية هي من أرسلت هذه المسيرة الطائرة دون طيار ولكنه تم اعتراضها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أما في العودة إلى سؤالك فنتحدث أن هذا الانضمام كان متوقع قبل التصعيد على الجنوب اللبناني وكانت هناك بعض الأوساط الإسرائيلية وتحديدا المقربة من بنيمين نيتنياهو يقولون أن سيتم استبدال جالنت بقدعون ساعر أو سيتم إقالة جالنت من منصبه كوزير للدفاع الأمن الإسرائيلي وإعطاق حقيبة الأمن الدفاع إلى قدعون ساعر وكان هناك نفي سواء من ساعر أو حتى من جالنت الذي لم يعلق على الموضوع سوى أنه سيستمر في إدارة البلاد وخاصة في الظروف الصعبة كانت بعض التحليلات وبعض المراقبين ينظرون إلى هذا الموضوع بالقول بأنه لن يجرؤ بنيمين نيتنياهو على إقالة جالنت في هذه اللحظات وفي هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد وخاصة أن بنيمين نيتنياهو كان قد قال جالنت في فترة سابقة فيما يسمى بإصلاح النظام القضائي وكان هناك حراك في الشارع الإسرائيلي على إثرها كان هناك دفع من قبل الشارع الإسرائيلي لبنيمين نيتنياهو بإعادة وزير الدفاعي أفجالنت إلى منصبه اليوم كان هناك قبل قليل مؤتمر صحفي مشترك لبنيمين نيتنياهو ولقدعون ساعر والذي أعلن فيه انضمام ساعر إلى الحكومة ولكن ليس إلى الائتلاف الحكومي ككل أي أنه وزير بلا حقيبة وزارية ضمن هذا الاتفاق كما توضح وسائل إعلام إسرائيلية يحق لصاعر حرية التصويت على التشريعات المثيرة للجدل ولكنه لن يتمتع بحق النقض على أي قضية تشريعية ولا على حتى ما يسمى بالإصلاح القانوني وكذلك الحال لم يتم الاتفاق بعد بين بنيمين نيتنياهو وبين ساعر على قضية وقانون التجنيد الإجباري للحريديم أي المتزمتين دينيا وبأن هناك العديد من المسائل التي هي ما زالت محل نقاش وجدال بينه وبين بنيمين نيتنياهو هذه الخطوة كان قد رحب فيها بنيمين نيتنياهو وقال أنها مهمة لوحدة الصف الداخلي الإسرائيلي وللوحدة أمام الأعداء ويقصد في ذلك حسب تعبير بنيمين نيتنياهو فصائل المقاومة وما يطلق عليها إسرائيليا محور الشر الإيراني يقصد بذلك الحوثيين أو العراق أو حزب الله أو حتى سوريا وكل فصائل المقاومة وقال بأنه بالفعل تم استقالة ساعر مع السابع من أكتوبر ولكنه تراجع عن هذا القول باتخاذ قرارات مهمة قد تساعد بنيمين نيتنياهو للوصول إلى قرارات هامة وخاصة أيضا أن ساعر الأخير كان قد رحب في انضمامه إلى هذه الحكومة وقال أنه في الوقت الذي انسحب من الحكومة الإسرائيلية حينها كان هناك تخبط وعدم دراية كافية باتخاذ القرار المناسب إسرائيليا ولكن بعد ضرب قادة حزب الله وبعد ضرب الحوثيين في اليمن شعر ساعر بأن هذه الحكومة قد تمضي قدما في إتمام وتحقيق أهداف الحرب وهذا ما أرجعه إلى هذه الحكومة الإسرائيلية كان نيتنياهو في خطابه يود من بني جانس الانضمام واستمراره في الحكومة الإسرائيلية حد زعمه وقوله ولكنه رحب بانضمام ساعر إلى هذه الحكومة كذلك لمسنا في خلال هذا المؤتمر انتقاد ساعر إلى المعارضة الإسرائيلية وقال بأنه اختار الائتلاف الحكومي لأن المعارضة الإسرائيلية تعارض الكثير من القرارات المهمة لمصلحة وأمن وردع وقوة الردع الإسرائيلية دنابو شمسية مراسية القيرة الإخبارية من تل أبيب شكرا لك